السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حال شبه وشبه تكونوا بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة هذه الحلقة رحيني تشوف مباراة أسطورية جدا بها المباراة اللعب جامبيت كثير كثير رهيب رحيني نحكي عنه ممكن نعمل عنه حلقة لو بتحبه والجيم هاد بعتبره جيم مثال للهجوم الأسطوري الهجوم الناجح الهجوم السفاح الكزاندر الريخين بيلعب فيه بالأسود ضد سيكبرت ترش طبعا ترش يمكن بعضكم بيعرفوا ويمكن بعضكم ما بعرفوا بس هو من أقوى اللاعبين وكان من الناس اللي ممكن يصيروا بطل عالم بالفترة اللي هي 1920 1903 هيك شي المباراة صارت بال 1922 ترش كان بالأبيض وبلش بنقض الدي فور الكزاندر الريخين لعب النايت على الاف سكس النايت على الاف ثري اي سكس سي فور وهون متبقى يمكن هو اللي كان بالدكلاين او شي لس لاعب السي فايف وهذا يعني يبشبه شكل من أشكال البنوني خلينا نحكي ترش كمل بالدي فايف رايح لا تفريع عبدس في البيدق بحاوي تقدم في البيدق بعدك بلعبنات سي تري اي فور يعني بيأخوا مساحة بالوسط وبهذا الوضع نلعب قامبيت رهيب جدا بي فايف هذا القامبيت سموه بلومينفيلد كاونتر قامبيت طبعا في لعب اسمو بين يمين بلومينفيلد اخترعو بس ما حال اللعبوه واججى الكزاندر الريخين لعبو وعمل في نتائج مطبيعية وانشهر بعد هاي المماراة الفكرة منه انه انا بضغط على السي فور اه وبحاول انه اخو الوسط بشكل كتير كبير هذا بيختلف شوي عن البنكو اكترب يشبه البنكو بس ماانو البنكو البنكو هو هون سي فور سي فايف دي فايف بي فايف من غير اسكس ونات اف تري فهذا هو الاختلاف بس الاشكال اللي بتطمع منه احلى حتى من البنكو قامبيت هون الابيض منطر يأكل على ال اي سكس لو اكل على ال بي فايف انا باكل نايت تيكس دي فايف فتباع بي دي فايف بي شو بي سابن الوسط عندي كتير مبتاز الاسفل هون يعتبر كتير احسن بيناق الدي فايف لازم يتم محمي فما بتنفع تأكل على ال بي فايف لازم تأكل على ال اي سكس اول و هاشتير اللي اصار بالجام اف تيكس اي سكس اجبارية لانه لو اكلت بالدي بتخسر وزيرك او بتصير تكسير وزراء خسران بيدق و تكسر وزراء انت محققت هدف القامبيت هدف القامبيت يعطيك الوسط يعطيك مساحة يعطيك سرعة انتشار عشان تقدر تهجم بس انه تلعب قامبيت و تكسر وزراء ما انه شي سريم اف تيكس اي سكس اكل على ال بي فايف و دي فايف وهذا الوضع اللي انا كنت عم بحكي عنه هذا الوضع اللي يبدو اليكزاندر اليخين يوصل له وسط كتير ممتاز بلين راح يكونوا كتير اساطير عمود اف مفتوح يعني هجوم ناجح هجوم خطير كتير بعد دي فايف القامبيت كامل اي ثري بيشوب دي سكس تضرب على الاتشتو بنات سي ثري بيض قصير بيشوب على ال اي تو بيشوب بي سابن تخيل انا بعد ما دز هذا البيضق قدش حصير هذا الفيل قوي بي ثري مع اي ثري صعب تحط فيلك على الدي تو ممكن تحطوا على الدي تو بس بيكون يعني بدي وقتين تجرب خلص انا بلعب بي ثري نحط فيلك على البي تو خصوصا انه ما في بارق بالوسط فرح يكون في القوي يعني ناجح بي دي سابن بيشوب بي تو وكوين اي سابن ناجح الوزير تبعي تبيض قصير من الابيض وروك على الدي ايت سنتر القدعة كوين على سي تو وهونا دي خين بده يبلش بالهجوم تابعه وطلع فكرة كتير كتير حلوة انا الا اول اذا بدي اهجوم لازم بكر هلا احنا خلصنا مرحلة الافتتاح بعد ما تخلص مرحلة الافتتاح بحكي كسبارو في مره اسميه اميحكي انه لازم تاخده خمسة عشر ريئة عشرين ديئة تفكر ما تلعب ولا نقلة بس تفكر شو لازم اعمل شلون راح كمل وانا بدي اكمل باللجوم تابع مثلا جي فور او مثلا كوين اف سيكس وكوين ات سيكس هالشي ممكن بس خصمي عنده حصاب مدافع في المدافع وزير والقطع تبعي ما واضحة مين بده تقعد فالك هون الاخين انا بلعب اي فايف اي فور اول فطرد الحصان بيكون عندي بيدق على الاي فور مانع اي قطعة تيجي تحمي وبيكون عندي خانة الاي فايف يعني ممكن ايجي نات اف ثري افكار التضحيات ممكن يجي كوين اي فايف واضرب على اتش تو فا اي فايف اي فور تفتح لي افكار اكتر للعب وافكار اكتر للهجوم فلعب هون الاي فايف وكان قرار جدا رهيب ونقلة كتير ممتازة رك على الاي وان لعب اي فور اعطيني اللحصان رجع على الدي تو ما برك ترجع لهون لان انا بلعب لك ات سكس تطرد ترجع على الاتش ثري بعدين جي فايف وهاي اللحصان ممكن بالاخر يروح فرجع على الدي تو ونات على ال اي فايف غير انو اللحصان صار قوي انا لاصل عندي تهديدات رح تيجي نات جي فور بكون مهدد ال اف تو ومهدد ال اتش تو ماكوين اتش فور مثلا وهل في الكمان ضرب على ال اتش تو فشافين اديش الهجوم جدا مرعب هالشي اللي حببني بالقامبت انو بيعطيك الوسط لانو نشرح هذا القبيد ما بنت اريد ان ما اس plumاريا وانو نصده لحلقه ال اتش توفى الانوفان باتو ار movies بعد ان اتش توفى انات على ال اي فايف هول هاو اجينات على الدي وان لانو في تهديدات رح تصير عن earrings انات ستصير انا تكس فيPLE A في فتو أو فالك انا لت از توفى انات على البيد بعد tem neighbour التهديد الكتير قوي يعني الـ F2 بطل محمي والقلعة ياريتها منيحة يعني بس بغلط غلطة و بده يتصرف هلأ نعت على الـ G4 بعد نعت على الـ G4 الأسود هون مهند التهديد كثير قوي لازم تكون انتبهنه وهو نعت H2 لو كملت A4 مثلاً عندي نعت H2 K-Tex H2 نعت F3 دابل تشيك ما عنده غير K-H1 و Q-H4 كشمات فبعد نعت على الـ G4 أكل بالفيل أكل بالحصان مهدد الـ H2 فرجع نعت F1 و شايفين شون الأفيض هيكة يعني من كمش على بعضه هيكة مسكر على بعضه ما غاضر يعمل شي ف الأسود هون يعني يعني واضح كثير انه هو اللي عم يلعب كوين على الـ G5 الوزير ضرب على الـ G2 H3 يعطين لحصان و نعت أتسكس هلأ صح انه لحصان هو مزعج و انت بدك تلعب H3 بس H3 فيها مشكلة انه بصير عند الأسود شي اسمه الـ Hook الـ Hook هي نفس مثلا شي هيكة بينقضى عليه بيهجم عليه من أفكاري هلأ لالفيل أوكي ممكن انه افتح له هيكي يصير قوي بس صار عندي فكرة جديدة اللي هي بشوب C8 بشوب تكس H3 هاي مع انه تمنع ناتجي فور الى كثير فوائد دفاعية بس تعطيه لعب كثير قوي وبتضعف يعني الملك بشكل عام فدزة بيدق ممكن تفرط القيم بشكل كامل بس كان هو مطار يلعبه يعني لانه لو استنى أنا ممكن اصلا يجي روك F6 و روك H6 وعطيك كشمات على الـ H2 فكان تقريبا هو مجبر انه عمله فاجأ اتشي ثوري لات على الـ H6 Ging H1 يعني مشال لما تيجيبش بسي ايت ما تكون مهدد شيء بزيح ملكي عن هذا العمود و نايت F5 فكرتي انه انا بدي ايجي ناتج 4 و اكون ضغط على الـ G2 نايت على الـ H2 و دي فور دي فور كانت نقلك تر حلوة لا نايت هون ممكنه بس ممكن هو يلعب الـ G3 او ممكن حتي يجي روك G1 وهي كانت الفكرة من نايت H2 انه انا بدي ازيح المجال للقلعة تيجي على الـ G1 فلعب دي فور اللي هي نقلك تير رهيبة انا بدي افتح له فيه الهد و مهدد هون انه العب D3 اكون مثلا مهدد الوزير تبعك و الوزير يضطر يروح غيرك كمان الـ E3 عليه الطلب ممكن انه انا اكل تضطر تأكل بالبيدق تبعك فخانت الـ G3 بتضعف وبعدين العمود هذا بصير كثير قوي لانه عمود الـ بيدق الافراح فـ D4 نقلة تدميرية بتفتح الوضع بشكل كثير رهيب بشو بسيوان مشان يحمل E3 E3 يعطيني الوزير اكوين على الـ C4 اكوين على الـ H8 بشوب على الـ B2 رجع بالفيل تبعه لانه بطل له لزمة يعني خلاص بطل في ضغطة لك بحطه هون بل كي يقدرنا نعمل لعب هيك ايجانات على الـ G3 على ما متعجب الفكرة انه لو اكلتني انا باكل بالوزير طال الكشمات ما بتقدر تيجي نات G4 لانه انا بيجي بشوب C8 او H5 ما بتقدر تيجي نات هون لانه عندي روك تيكس F1 بعد ما تاكلني هيا حتكون كشمات ايجانات على الـ G3 ايجانات على الـ D5 اول اعطيني الوزير كوين على الـ A4 كشو من الـ E2 رجع على الـ H1 ولانه الـ A7 مطلوب قالك بيستنى شوي روك F7 بيحمي الـ A7 وممكن انه انا دبل على عمود الـ F وضحي روك تيكس F2 باللقطة المناسبة كوين على الـ A6 H5 فكرة كتير حلوة انه انا بمسك هاي الخانة من العصان وكمان ممكن لعب H4 تيكس تيكس ويكون كتير قوي بمسكر على الملك تبعك بيسكس بهذا الوضع بحاول انه يعمل لعب اعطي على الـ G3 تشك كمان مرة ما بتقدر تأكل تنادي G4 هلا هنا فورا انه باكل كيك فرجع أكل هلا على الـ B6 كوين تيكس بيسكس كشو من الـ E2 الكشاكش معنه بين انه يعني يمكن اليخيم يدو تعالو لا بس هي عرفة انه أنا بكسب وقت يعني كلما ألعب نقلي بكسب وقت فبدالما يخلص وقت لا بكررنا قلعات بكسب وقت بشان فكر اكتر كينغ H1 كشو من الـ G3 وهلا هون لعب D2 أعطينا القلعة القلعة ما عنده مربعات اجبالي انك انت تعطيني قلعتك اجينا روك على الـ F1 نايتكس F1 نايتكس F1 وهون لانه الملك مكانه سيئ اجيه بشب على الـ E6 مهدد انه ياكل على الـ H3 زح ملكه هون نقلة كتير جميلة بصراحة بشب تيكس H3 ضحى بالفيل مع انه زح ملكه الفكرة انه بعد جي تيكس H3 راح انزل بالقلعة تابعتي على الـ F3 وروك تيكس H3 ما الى حل لو بدك تيجي كينغ H2 ممنوع لو بدك تيجي كينغ G2 ممنوع الـ G3 لانه هات H2 هون ما ننقلة منيح لانه انا ممكن استغل المكان هذا الـ الحصان يعني وحاول اجيب شب تيكس H2 وبعدين ما في شي مثلا انا بالنسبة لي واضح بس كينغ 4 غالب ابدن هالجيم هدد هاي او هاي متبوع بكشمات ما بتوقع انه في طريقة ممكن تمنع فيها هاي يمكن تيجي هون بس ممكن اكل على الـ F2 او ممكن احضر له مثلا انا ما عندي شي واضح فخلوني يتأكد بس مشان اوكي بيحكي لهون رك تيكس H3 مظبوط يا خيشلون ما شفت رك تيكس H3 انا رك تيكس H3 خلاص الاحصان صاقب فالمهم هون اجي على الـ F3 كامل جيملات على الـ G3 اجي فور اعطيني الحصان اجي بيحكي على الـ F6 لانه هون لو ازحت حصانك في رك تيكس H3 يعني هاي كيشمات فاجي بيحاولي لعب على ترك يعني انه لو كلتني هيك او هيك باكل قلعتك بس كان صاحي هو كوين تيكس F6 نايت تيكس E4 عساس انه فوركو هيك بس بعد رك تيكس H3 الجيم هون كان خالص بدح تضترتي يجي لهون باكيشك وبعني هاي مات?! Howard Google الفكرة انه الجيم مته يعني الي الملك خلص وضعه سيء عندي وزيره وقلعة مهاجمين و الليل غم خالص هذه قاتت الحلق يعني بتماني اكونا اعجبكم هذا الجيم اشتركوا بالقناة شكرا لكم على مشاهدة ونشاهدنا في الفيديوهات القادمة الى اللقاء جميعا سلامان